من ضمن الاسئلة في قسم جديد فتح عندنا في جامعة حلوان هو اسمه نظام زكاء وتحليل الاعمال. ممكن اعرف ايه مستقبله في مصر وهل تنصح به في الشركات والبنوك? النصحتي هو عادة انا يشتغل في موضوع وتحليل البيانات والحاجات دي. وده قسم مهم جدا في الشركات وبقى اي شركة او اي مؤسسة ما بتصدرش قرارات الا ما تروح لقسم او قسم تحليل البيانات. وهنا بقى الاسئلة. ممكن مسلا تقول له طلع او استهلاكات بتاعة العمل اللي طلع اللي هما بيحبوا ايه? طلع اللي ما نرى فش ازا قل لي قرار ده هما متوقع او الارباح تبقى كام? فانت بقى بالارقام والديتيلز والديتيلز والبرامج والحاجات دي بيشتغل عليه. مجال كواس جدا بيجي فلوس كواسة جدا ولكن عاوز اللي يحبها. هل تدخل كلها اسمها تحليل الاعمال عشان تلتغلها? لأ. في ناس بتلتغلها من نظم معلومات الادارية. في ناس بتلتغلها من التحليل والنظم الزكاء والزكاء الاصطناعي الجديدة. والحاجات دي مع احترامي ايدو نترك كومنتو. دخل الحاجة المتاحة بدلا ما تدفع فلوس كتيرة لان انا عارف ان الحاجات الاهلية دي بيكون مكلفة جدا فدخل المتاح مدام انت حابب العلم نفسه هتلاقيه في اكتر من حاجة وربنا وفقك وكتب لك كل خير باسن الله.